خلينا نتكلم عن فكرة الرعب بشكل عام هل فيه أنواع في الرعب؟ في الروايات؟ في الكتب؟ فيه 16 نوع 16 نوع رعب؟ 16 نوع رعب ايه هما؟ فيه رعب نفسي ده اللي بيتكلم عن أشهر الأمراض والمتلازمات النفسية وإيه اللي ممكن يحصل ده اللي علاقة بالأمراض النفسية؟ بالضبط والمتلازمات الغريبة لأنه فيه بعض المتلازمات النفسية الغريبة اللي فعلاً مرعبة وفيه رعب معوي ده الرعب المتعلق شوية بالدم والتقطيع والدبح زي فيلم سوء مثلا زي فيمبايرز بقى والحاجات دي في الأدلام الحاجات اللي يقلقى بالدم أكثر فيه رعب فلسفي وده بيعتمد بشكل أساسي على طرح فكرة ماذا لو مثلا ماذا لو زي مثلا وهاب الشروق ماذا لو أن ما فيه شروق شمس خالص ايه اللي ممكن يحصل وبيتناول الموضوع ده بشكل فلسفي مرعب شوية وعندنا رعب ديني ده اللي بيعتمد شوية على العناصر الدينية فيه التعامل جوى الرواية يعني مثلا شيخ برأيات معينة من القرآن على حد ممسوس أو هكذا والنوع ده معلش اسمح لي يعني أعطح حضرتك النوع ده أعتقد من الرعب النوع اللي اللي يعلقى بالجن وما وراء الطبيعة والعفريت والحاجات دي أعتقد أن النوع ده بيلقى استقبال من المصريين والوطن العربي بالزبط لأنه شبه ثقافتنا شوية بالزبط صح؟ ده يعني رعب الجن ده نوع مختلف شوية غير الرعب الديني لأن الرعب الديني في بعض الأحيان بيلجأ لاستخدام رموز دينية من ديانات مختلفة لكن الرعب الجن شوية بيعتمد على لا الجن خصة تانية والجن كمان الناس بتدور عليه وبتروح له لأنه قريب من ثقافتنا وقريب من العيشة اللي احنا عايشينها فالناس بتدور عليه باستمرار بالزبط كده أو فكرة الحسد والجن وقارينك والحاجات دي كلها والأعمال والشيوخ والدجالين والحاجات دي كلها موجودة بالزبط نكمل الأنواع طيب في عندنا كمان الرعب الساخر الساخر ده اللي بيعتمد على أن أنا بخوف حضرتك طول المشهد بس المشهد مش بينتهي بحاجة مرعبة وبينتهي بإفاك آه اوكي ازي المقلب كده كماني بعمل في حد مقلب بالزبط اخوفه في الأول أو خضه بسوف الأخر هيدخح هندحك في الأخر اوكي الرعب الرومانسي زي مثلا فيلم تويلايت اللي هي قصة حب بس في عالم مرعب طبع في عندنا ولقيت نجاح كبير جدا خصوصا انها كانت مكتوبة حلو والنوع ده من الرعب كمان قليل شوي مش موجود عندنا كمان الرعب العلمي ده اللي هو نوع من الأدب مزيد ما بين أدب الرعب وأدب الخيال العلم بنقش حدوتة مرعبة في عالم خيال العلمي زي فكرة هاري بوتر مثلا بالزبط مثلا اللي هو الخاتم والسحر والكائنات الغريبة في رعب العلم الآخر ده نوع بيعتمد على الكلام عن الكائنات والخرافات الأسطورية اللي موجودة في التراث البتاع الحضارات زي مثلا الفمبيرز الزومبي عندنا هنا نداها أبرجل مسلوخة أمنا الغولة فده نوع رعب العلم الآخر رعب المقابر طبعا هو بعيد من اسم ده عالم طبعا مختلف تمام رعب الروح ده شوية نوع حساس من الرعب مش كل الناس بتكتب فيه يعني ايه رعب الروح بقى؟ ده النوع اللي بيتكلم عن الروح لما بتخرج من الجسم بيقال في بعض الحضارات انها مش بتروح عند ربنا على طول ساعات بتعلق في الأرض لأسباب معينة قد يكون منها مثلا ان الروح دي ماتت بشكل عنيف جدا او ماتت مقتولة واللي قتالها ما خدش جزاؤه او لم تدفن بشكل لائق فالروح بتفضل علقة لحد ما بينتفي سبب وجودها ايه الرعب المنزلي ده بيتكلم عن لو في حاجة في البيت ملعونة ودايما الرعب المنزلي أغلب يعني 90% من حكاياته بتبدأ بانخدنا حاجة من حد غصب عنه فهو لعنا بقيت فيه لعنة في الموضوع اوكي فيعني لا الرعب واسع جدا لا ده انواع كتير اتعبت وانا قاعدة واحدة فتبتيحكي الموضوع لا هو كتير يعني اه ده انواع كتير جدا طبعا طبعا